النهاردة ان شاء الله احنا هنستعرض مع بعض اقوى وافضل راوتر انت ممكن تستخدمه داخل شبكتك المنزلية اللي بتبقى موجودة عندك والراوتر الموجود معنا النهاردة هو راوتر تيبي لينك ارشر ال اي اكس اتنين وسبعين او تيبي لينك ارشر ال اي اكس خمس تلاف وربعمية الداعم للواي فاي ستة او الواي فاي سيكس بالمكتين ال اتنين واربعة من عشرة جيجا هرتز والخمسة جيجا هرتز وهقولك انا ازاي اشتريت الراوتر ده وهنستعرض امكانياته ومواصفاته وفي نفس الوقت برضو هنعمل او ضبط للراوتر باستخدام التليفون المحمول من خلال التطبيق الخاص بشركة تيبي لينك وهوريك برضو اياس السرعة للخط على نفس الراوتر ولكن يا ريت بقى يا صاحبي ما تنساش اللايك للفيديو والشير للفيديو ولو بتشوفني الاول مرة فانا اخوك احمد واهلا بك في القناة يا صاحبي واتمنى برضو انك تشترك عندي في القناة وتفعل زر الاشعارات عشان يوصلها كل جديد من عندي ويلا بنا بقى مع بعض ومن غير كلام كتير بقى نبدأ مراجعة الراوتر السلام عليكم ازايوك يا شباب عاملين ايه يا رب دايما الكل يكون بخير النهاردة ان شاء الله زي ما انا قلت لك في المقدمة ان احنا هنعمل مراجعة لراوتر التيبي لينك ارشر اي اكس اتنين وسبعين او التيبي لينك ارشر ال اي اكس خمس سلاف وربعمية الداعم للواي فاي سيكس على الموكتين الاتنين واربعة من عشرة جيجا هرتز والخمسة جيجا هرتز زي ما انتم شايفين الراوتر جايل في طرد من شركة دي اتش ايل الراوتر ده طبعا انا جيبته من شركة امازون اليابان وبالتالي احنا هنفتح مع بعض الطرد ده وهنشوف الراوتر جاي عامل ازاي انا فتحت طبعا الطرد بصيت على الراوتر ولكن فعلا اول انبوكسنج هيتم عمله معاكم الراوتر اهو وجاي عليه طبعا الكلام كله مكتوب بالياباني ولكن الراوتر ده راوتر عمله جدا في موضوع الاستريمينج او موضوع الواي فاي او موضوع الانلاين جيمينج يعني كل الاستخدامات اللي عندك على الشبكة هتقدر تستخدمها بالراوتر ده ده غير ان الراوتر ده هيقدر يعمل استريمينج لفيديو ايت كي على تردد ستين اطار في الثانية يعني تقدر تشغل فيلم على الشاشة بتاعتك لو شاشة ايت كي هيشتغل عادي جدا من غير ما يعمل بفرينج او تحميل للفيلم هيشتغل اوتوماتيك على طول طبعا في الافلام الفور كي طبعا هيبقى سريع ج وما فيش اي مشكلة احنا هنعمل انبوكسنج هو طبعا الراوتر زي ما انت شايف اتفتح في الجمرك وبالتالي في شوية حاجات حصلت للعلبي ولكن هي الموضوع ايه بسيط مقوش اي مشكلة احنا هنبدأ نفتح مع بعض الراوتر ونستعرض الراوتر مع بعض. وزي ما انت شايف على الراوتر بينقل داتا او بيانات في الموجة الاتنين واربعة من عشرة جيجا هيرتز خمسمية واربعة وسبعين ميجا في الثانية وبينقل على الخمسة جيجا هيرتز باربعة تلاف وتمنمية و اربعة ميجا هيرتز ودي قوة الراوتر وانت بتعمل بالاخص لو انت هتتفرج على افلام هتشتغل معاك مفهاش اي مشكلة هنبدأ بقى نفتح علبة الراوتر مع بعض ونشوف الكصة فيها ايه زي ما انت شايف كده دي كده الكتالوجات بتاعته وطبعا باللغة اليابانية فاحنا مش هنقرب لها شوية ستيكرز خاصة بالشركة برضو احنا مش هنقرب لها لان كله جاي باللغة اليابانية ده كده الراوتر بتاعنا الراوتر بسم الله ان شو الله زي ما انت شايف حجمه كبير جاي بستة انتنات بالمنظر ده اهو ده الراوتر بتاعنا الراوتر فعلا عملاق بمعنى الكلمة لو انت جيت بصيت على مداخل ومخارج الراوتر هتلاقي الراوتر جاي فيه اربعة لان بقوة الجيجابيت يعني بينقلب الف ميجا في الثانية او بمعنى اصح للناس اللي بتشتغل في الشبكات بينقلب عشرة على مية على muchos ميجا في الثانية الفتحة دي برضو فتحة الوان والفتحة دي برضو فتحة وان بالجيجابيت يعني برضو بتنقلب ب1000 ميجا في الثانية او بواحد جيجا في الثانية طيب الراوتر ده مبيشتغل على VDSL او نظام ADSL يعني ما بدخلهش اي كابل تليفون او اي خط تليفون انت بيبقى عندك راوتر اصلا بتقلبهبر MedlineT Scams بتاخد كابل انترنت بتدخله هنا تبدأ تعمل Configuration على اساس ان ده المين الراوتر بتاعك او الراوتر الاساسي في الشبكة طبعا ده زرار بتاع الراوتر وده متخل الطاقة والفتحة الصغيرة دي هي فتحة الريست لو انت ح represate للسوفتوير وفيه تلات زرائر تانين اهم الزرار الاولاني هو زرار الواي فاي تدوس عليه كده تفصل واي فاي خالص تدوس عليه مرة تانية تفتح الواي فاي الزرار اللي بعديه زرار وده طبعا نظام في الواي فاي ان انت لو فعلته في الراوطر وفعلته مثلا بالشاشة او الموبايل بتاعك التليفون بتاعك هتقدر تعمل كونكت او توصل على الواي فاي من غير ما تستخدم باسورد تالت زرار معانا موجود هو زرار الال اي دي او الليد والزرار ده بيقفل لك ويشغل لك اللمبات اللي بتبقى في وجهة الروتر طبعا وجهة الروتر فيها اكتر من لمبة حوالي سبع لمبات اللمبة الاولى هي لمبة الباور اللمبة التانية والتالتة هي لمبة الواي فاي واحدة للموجة الاتنين واربعة من عشرة جيجا هيرتز واحدة لموجة الخمسة جيجا هيرتز اللمبة الرابعة هي لمبة وجود الانترنت من عدم وجوده يعني سواء عندك انترنت هتلاقي لمبة دي من وراء اصفر مش موجود الانترنت هتلاقي من وراء لون تاني هنعرفه اللون دلوقتي ممكن يكونوا اللون البرتقاني او الاحمر اللمبة اللي بعد كده هي لمبة اللان بمجرد ما توصل اي كابل رايح لأي جهاز عندك من فتحات اللان هتلاقي اللمبة رقم خمسة اللي مرسوم عليها كمبيوتر صغير ده نوارت معاك واللمبة اللي بعد كده هي لمبة الـ USB يعني فيه كمان فتحة USB نسيتا ولوكو عليها USB 3 طبعا عشان توصل هارد ديسك وتعمل ميديا شيرينج زي ما انت عايز تعمل عندك سيرفر في البيت او كلاود عندك في البيت تحمل عليه تحط عليه افلام وسلسلات وتتفرج برحتك على الشاشة بتاعتك او على الكمبيوتر بتاعك وما فيش مشكلة اللمبة اللي بعد كده هي لمبة الـ WBS نزام الواي فاي بتقنية الـ WBS الروتر زي ما انت شايف كده روتر قوي جدا فتحات التبريد فيه قوية جدا لانه هو فعلا من الروترات المصنفة من افضل الروترات على مستوى العالم وزي ما انت شايف ستة انتنات بيشتغلوا على الموكتين الـ 2 و 14 جيجا هرتز والـ 5 جيجا هرتز ده كده كان شرح بسيط للروتر بتاعنا هنطلع بقية مكونات الكارتونة هتلاقي فيه علبة تانية كده مكتوب عليها وغالبا دي هيبقى فيها الادابتور الخاص بالروتر فعلا ده الادابتور بتاعنا وزي ما انت شايف هو بيبقى عايز تركب هنا عشان تزبطه لك على الفيشة الموجودة عندك في البيت ودي بسيطة وما تخياش مشكلة كابل اللان اهو اللي بيبقى جاي معاه عشان لو انت حبيد توصل اي جهاز بكابل اللان من الروتر وما فيش برضو اي مشاكل عادي جدا زي ما بيجي مع اي راوتر ودي طبعا شوية حاجات خاصة بالتركيبات والواي فاي احنا مشان نستخدمها لان اللغة اللي فيها موجودة باللغة اليابانية هنبدأ بقى ان احنا نعمل configuration للروتر هنعمله بايه بقى بالتليفون يلا بينا بقى نعمل configuration فتحنا الفون مع بعض عشان نبدأ نعمل configuration للروتر او نبدأ نعمل دبط للسوفتوير وطبعا احنا وصلنا الروتر الوقتي على الشبكة بتاعتنا هنبدأ ننزل وندوس على الواي فاي عشان نسلكت شبكة الواي فاي بتاعت الروتر وهنبدأ مع بعض زي ما انت شايف الروتر موجود بكلمة tblink ed14 و tblink ed14 5G هوصل على اي واحدة فيهم وما فيش مشكلة وبما ان انا جنب الروتر هوصل على tblink 5G هيبدأ يقول لي حط الباسورد الموجودة على الروتر هتلاقي تحت على الروتر فيه تيكت صغير كده مكتوب عليه الباسورد ومكتوب عليه اسم الشبكة اسم الشبكة انا شفته وفي نفس الوقت انا معايا الباسورد بتاع الروتر هنبدأ نحط الباسورد الموجود على تيكت اسفل الروتر هنبدأ نحط مع بعض الباسورد وزي ما احنا شفنا حطنا الباسورد هنبدأ ننزل تحت وندوس connect الوقت هو بيوصل على الروتر وبيشوف فيه انترنت ولا لا بيقول لي الوقت طب مفيش انترنت هتستمر في الاتصال هقول له اه هقول له استمر او always connect زي ما انت شايف كده هو الوقت يمتصل على الروتر هنبدأ نعمل ايه بقى نطلع برة ونروح على تطبيق tblink teaser app اللي هو خاص طبعا بروترات tblink اهول teaser لو انت مش عارف مكانه هتدخل على الجوجل بلاي وتكتب teaser هيظهر معك اول اختيار حمله على طول وزبط نفسك اهو يا صاحبي الروتر اول ما فتحنا ال teaser app ظهر معانا على الشبكة هنبدأ ندوس على الروتر اهو اول وقت بيconnect على الروتر بيقول لك دلوقتي ايه بقى يا صاحبي connect to archer ax72 ابدأ اتوصل او ابدأ اتصل بالروتر archer ax72 بيقول لك ايه برضو بيقول لك create a new password اعمل password جديدة للروتر ال password دي مش password الواي فاي ال password دي خاصة بالsoftware لما تيجي تدخل عليه على الكمبيوتر او من على الموبايل خاصة بالsoftware password بتاعت الواي فاي هنعملها قدام شوية بعد ما نخلص الجزئية بتاع الاعدادات هنبدأ نعمل اعدادات الواي فاي هندخل بقى نعمل password جديدة طبعا انا هغيرها مش هسبق كده نعمل نفس password او نكتب نفس password هندوس تحت create او ابدأ اعمل password هو طبعا بيقول لك انتظر عبال ما يبدأ يعمل ايه confirm للباسورد بدأ يعمل confirm طب حلوة قوي بيقول لك select your connection طيب على تالت اختيار البي بي او اي بما اني ان انا جايب كابل من الروتر الاساسي بتاعي وهو الروتر الاف تي تي اتش او روتر الفايبر وعمل روتر الفايبر بريتش عشان اخلي الروتر الموجود معايا حاليا هو المين روتر او الروتر الاساسي للشبكة واقول له يا صاحبي ايه next طيب الوقتي بقى هيبدأ يقول لي enter the information provided by your internet surface provider او الاسب هنبدأ بقى صاحبي نحط الباسورد واليوزر الخاصين بخط الانترنت بتاعي ولكن دول بقى هنخبي البيانات بتاعتهم لان دي فعلا بيانات خاصة بالخط بتاعي هنحط اليوزر نيم اول حاجة احنا الوقتي خلصناهم وهنبدأ نعمل next هتلاقي option تحت اسمه الابتو والفيلان ده خاص لو انت مشترك اي بي تي في تابع شركة الاتصالات اللي انت مشترك معه غير كده لو انت مش مشترك ما تقربش الابتو ده وخليه مقفول او off زي ما هو هنبدأ ندوس next بعد كده يا صاحبي بيقول لك set your wireless network name and password وفي حاجة option صغار فوق كده اسمه smart connect لو انت قفلت smart connect يا صاحبي ده هتشوف الشبكتين الخمسة جيجا هرتز والتنين واربعة من عشرة جيجا هرتز زي ما انا شفتهم في الاول طيب لو انت فتحته مش هتشوف الا اسم شبكة واحد وهيبقى هو الموكتين الاتنين واربعة من عشرة جيجا هرتز والخمسة جيجا هرتز اول ما تقرب من الروتر هيشتغل على الخمسة جيجا هرتز اول ما تبعد عن الروتر او الحجرة اللي موجود فيها الروتر هيروح automatic مقلوب على الاتنين واربعة من عشرة جيجا هرتز لان معروف الموجة الاتنين واربعة من عشرة جيجا هرتز عندها قدرة على النفاذية عالية والموجة الخمسة جيجا هرتز معندهاش قدرة على النفاذية هي بتبقى جنب الروتر فقط. هسمي الشبكة وليكن ابو طاقية. انزل اعمل الباسورد بتاعها وليكن برضو ايه ابو طاقية. عشرين اتنين وعشرين. يبقى كده عندي اسم الشبكة بتاعتي سواء الاتنين واربعة من عشرة او الخمسة جيجا هيرتز اسمها ابو طاقية والباسورد واحد اسمه ابو طاقية عشرين اتنين وعشرين. هدوس نكست. بعد كده هتلاقي عندك ايه? بيقول لك اسكيب او انت اعمل انابل الاوتو ابديت. طبعا انت يفضل انت تعمل الاوتو ابديت ولكن دي احنا ممكن نعملها من السوفتوير على الكمبيوتر فهنعمل اسكيب لهذه المرحلة. هنعمل بقى اسكيب لهذه الخطوة. عملنا اسكيب بيقول لك دلوقتي انت عندك المجتنة هي الموجة الاولانية. عامل لك باللاسفر اتنين واربعة من عشرة جيجا هيرتز اسمها ابو طاقية والباسورد بتاعها اسمه ابو طاقية عشرين اتنين وعشرين. وتحتها الخمسة جيجا هيرتز وبرضو بيقول لك اسمها ابو طاقية وابو طاقية عشرين اتنين وعشرين. لو انت قفلت الاسمارت سمى اي شبكة منهم زي ما يعجبك. حط الباسورد اللي يعجبك وزبط الدنيا وما فيش مشكلة. ويقول لك هنا الانترنت بتاعك بي 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 او اي واليوزر والباسورد اهم. هدوس ابلاي. والراوتر دلوقتي هيبدأ يعمل او هيبدأ يعمل او ضبط للسوفتوير زي ما انا حطيت له البيانات. هيبدأ يعمل دلوقتي زي ايه? ريستارت وبعد كده هيرجع يشتغل والانترنت المفروض رسمي كده هيشتغل معنا. لمبة الانترنت الوقت منورة بورتقاني المفروض لما الراوتر يشتغل او السيتنج يبقى خلاص يتعمل تمام. الراوتر يسحب اي بي من الشبكة الاسية واللمبة تبقى لونها اصفر بدل بورتقاني ويشتغل عادي وما فيش مشكلة. دلوقتي بيقول لك connect your router هنبدأ نعمل connection تاني هقول له ايه? I am connected. بيقول لك الديفايس انت الوقتي مش موصل والراوتر عندنا سحب اي بي خلاص اهو. هارجع هدوس على الواي فاي تاني بقى عشان اوصل الشبكة. دلوقتي ظهرت عندي الشبكة اسمها ايه? ابوطاقية. هدوس على ابوطاقية وهبدأ احط الباسورد اللي انا عملته من شوية ايه? هدوس connect. المفروض اوتوماتيك كده انا هبدأ اتصل على الراوتر والانترنت هيشتغل معايا عادي وما فيش اي مشكلة. وقال لك connected وزي ما انت شايف الساهمين فوقهم كده بقى فيه انترنت. احنا ممكن نروح نعمل test speed ونشوف الراوتر فعلا عمل معنا ايه في موضوع? هندوس كده يا صاحبي على test speed او الابليكيشن بتاع test speed. واروح هييل له يا صاحبي ايه? شوف بقى البنج عامل ايه? ونشوف بقى البنج عندنا تسعة. وزي ما انت شايف في الواي فاي الداونلود بيقول لي تلتمية اتنين وتلاتين. دي سرعة الخط. مش السرعة لانا مشترك عليها لانا مشترك عليها حوالي تلاتين ميجا. وبيقول لي هنا طبعا الابلود تلاتين او تسعة وعشرين. زي ما انت شايف. طبعا ده كده بالواي فاي. وزي ما انت شفت يا صاحبي بعد ما شغلنا الراوتر وعرفنا امكانيات ومواصفاته عرفت قد ايه بقى ان الراوتر ده قوي جدا. طيب انت ازاي بقى تشتري الراوتر بنص ثمنه او بتلتين ثمنه تقريبا. افضل المواقع اللي انت ممكن تشتري منها عندك امازون اليابان وامازون اسبانيا وامازون امريكا. باية فيزا بتاعت بنك ويفضل فيزت بنك. وتبدأ تشوف الراوتر والموديل بتاعه اللي انت عايز تجيبه. وتقارن في التلات مواقع امازون اليابان وامازون امريكا وامازون اسبانيا. وبالتالي ارخص سعر انت تقدر تشتريه منه هيدك كل حاجة هيدك الشحن بقد كزا الجمرك اد كزا. وتمن الراوتر اد كزا. في الاخر المقبل ده هتلاقيه اقل من انت ممكن تشتريه من عندك في بلدك. ولكن الموضوع بيتطلب شوية موافقات. هتحتاج تاخدها للراوتر. وبالتالي عندنا شوية حاجات لازم تلتزم بيها عشان الراوتر بتاعك تقدر تستلمه وما يرجعش تاني. اولا تكون فاهم الراوتر بتاعك كويس جدا وعارف تردداته كويس جدا. وكون الترددات دي موافقة للترددات المتوافق عليها داخل دولتك او جوة بلدك. هتستلمه عادي وما فيش اي مشكلة. اي حاجة غير كده مش هتقدر تستلم الراوتر بتاعك. وطبعا عشان تشتريه انت بتعمل اكاونت على امازون اللي انت هتشتري منه سواء امازون اليابان او امازون امريكا او امازون اس بنيان. بتحط اسمك باللغة الانجليزية والعنوان باللغة الانجليزية وكلام واضح. العنوان والاسم باللغة الانجليزية. وبتحط رقم تليفونك. وبتحط الفيزة البنكية بتاعتك. او فيزة الحساب البنكي بتاعك بتحطها. وبتحط كل ارقامها صح جدا. وبتبدأ تعمل بروسيد للعملية او بتبدأ تعمل موافقة. وبالتالي بيجي لك ايميل بيقولك ان انت عملت اردر لكزا وكزا. هنبعت لك ايميل بعد ما نوافق. طبعا هو بيبدأ يبص على بياناتك صح ولا لا. بيبدأ يبص على حسابك في البنكي فيه رصيد ولا لا. وبالتالي بمجرد ما بتطمن الحاجات دي بعد تلت او اربع ساعات بيوافق على عملية الشرق. وبيبعات لك رسالة على الايميل بتاعك بعملية الشرق. وبعات لك برضو ارقام الوردر بتاعك او الطلب بتاعك. وبالتالي من خلال الرقم ده بتبدأ تتبع الشحنة بتاعتك. وبتعرف هي وصلت لحد فين. في خلال تلت اربعة ايام بتلاقي الشحنة وصلت عندك في دولتك. ولكن بعد كده زي ما بقولك اي حاجة فيها بولوتوز و وي فاي. لازم في الاول بتاخد عليها موافقات عشان تجيي لك. ولازم تلتزم بالقواعد الموجودة في بلدك عشان تقدر تستلم الجهاز بتاعك. فلو انت بقى صحبي حابب ان انا عرفك ازاي تشتري من امازون. ياريت اشوف رأيك في الكممنتات. واشوف برضو رأيك في الراوتر بتاعنا في الكممنتات. وبكده نكون خلصنا الفيديو بتاعنا النهاردة. ان شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة